في لبنان تبلغ الأزمة المعيشية حدوداً غير مسبوقة في ظل الانهيار القياسي لسعر العملة فقد سجلت الليرة اللبنانية اليوم مستوى منخفضاً غير مسبوك عند 50 ألف ليرة للدولار الواحد هذا يعني تراجعاً في قيمتها بأكثر من 95% منذ انهيار النظام المالي في البلاد عام 2019 تراجعاً يتزامن مع فشل البرلمان للمرة الحادية عشرة في انتخاب رئيساً للجمهورية من المستفيد من ترك الوضع ينزلق للهاوية في لبنان وأي ضغط مطلوب لوقف مسلسل الانهيار معنا الآن من بيروت الصحفية المتخصصة في شؤون الاقتصادية سابين عويس سابين مساء الخير مرحباً بك معنا من جديد في غرفة الأخبار 50 ألف ليرة للدولار الواحد يعني كنا نعتقد بأن الانهيار سيتوقف عند مستوى معين لكن يبدو أنه مستمر يعني مساء الخير لك والمشاهدين مع الأسف اليوم تأكد لنا أن كل السقوف التي توضع للدولار هي سقوف وهمية وأن سعر الدولار في سوق بيروت هو من دون أي سقف اليوم البلد متفلت من أي رقابة من أي سيطرة من أي سلطة سياسية يعني الأمور تخرج عن مسارة وعن السيطرة مع الأسف القعر لا ندري متى سنلمسه الأكيد أن الارتفاع سيستمر لا نعرف إلى أي حد ولكن لم يعد هناك أي سقوف لارتفاع الدولار مع الأسف التعميم التي يتخذها مصرف لبنان ولسيما عندما كما تعلم أنه نحن اعتبارا من أول فبرواري شباط المقبل يصبح سعر الصرف الرسمي على أساس 15 ألف ليرة للدولار الواحد بعدما كان لمدى 27 عاما على 1507 ليرات لذلك اليوم كان هناك تهافت كبير لدى الناس لدى التجار لدى المستوردين للاستفادة وشراء الدولار قبل أن يتحول السعر لأنه مجرد أن يتحول السعر حسب التعميم لدى المصرف المركزي لأنه اليوم السحوبات تتم إما على 8 ألف ليرة أو على 12 ألف ليرة عندما ستصبح على 15 ألف ليرة حتما حتما الدولار سيرتفع السعر لذلك اليوم رأينا هذه الموجة من الطلب قابلها مع الأسف أنه رغم قرار المصرف المركزي بالسماح بالسحوبات للأفراد وليس للمصارف عبر منصة صيرفة على سعر 38 ألف ليرة لحدود قصوة تبلغ 100 مليون ليرة بالشهر المصارف توقفت عن تأمين الدولارات مقابل الليرات لذلك بات هناك فائد من السيولة بالعملة اللبنانية بعدما كان المصرف المركزي قد تمكن من لم البعض منها بأسبوع تقريبا تمكن من لم نحو 15 ألف مليار ليرة ولكن نحن ندور في حلقة مفرغة كل تعميم أو كل إجراء أو كل قرار يتخذ يكون له انعكسات سلبية وعكسية فيما بعد المشكلة سابين أن لا يبدو في الأفق أي مؤشر على أن الأمور قد يكون لها أي حل في المستقبل القريب نتحدث عن دولة بحكومة تصريف أعمال نتحدث عن دولة بلا رئيس 11 جلسة لانتخاب الرئيس أخفقت جميعها في هذا الموضوع ولا يبدو أن هناك سيكون رئيس في المستقبل القريب كيف سيتدبر اللبنانيون أمورهم في ظل هذا الوضع الاقتصادي المزري والسياسي المشلول يعني مع الأسف كما تقول اليوم عندما كان الدولار يلامس 50 ألف ليرة وكانت أسعار المحروقات تطير أسعار المواد الغذائية في السوبرماركت تحلق كان النواب مجتمعين داخل تحت قبة البرلمان في مناخ من الإزلال ومن الإهانة ما بعرف كيف يمكن أن نصور أنه نواب يتسلون بوضع أسامي هذا بحط اسم الأولوية الرئاسية وهذا بحط اسم ضحايا التفجير ويتناسون ويغفلون تماما أن الوضع الاقتصادي والنقدي بات خارج السيطرة يعني أليستحق الأمر جلسة طارئة لمجلس الوزراء للبحث بهذا الموضوع هذا على ماذا يدل؟ يدل على أنه ليس هناك أي نية صافية أو سليمة لإحتواء الأزمة لا بل أذهب أبعد من ذلك لأقول أنه ربما هناك بالعكس توجه واقتناع لدى السلطة السياسية للذهاب بالبلد إلى الفوضى الشاملة تمهيدا لمشهد جديد إعادة رسم خريطة جديدة توزيع جديد نظام سياسي جديد لم نعد ندري هذه السلطة البائسة إلى أين تذهب بالبلد يعني البلد يذهب ينهار كليا لم يعد هناك ثقوف واللبنانيون مع الأسف يتدبرون أمورهم هناك فئة معينة من اللبنانيين نجحت أو تنجح حتى الآن بيت تدبر أمورها ولسيما من لديهم الأموال في الخارج يستعملونها في الداخل ولكن دعني أذكرك وهذا حسب آخر تقرير للبنك الدولي ولكل التقارير الدولية التي تصور على اللبنان حتى على الأسكوة أن 80% من الشعب اللبناني بات بمستوى الفقر وهذا يدل على أنه نعم نستوى الفقر أو تحت خط الفقر ولكن هذا يدل على أنه خلص الشعب اللبناني سبيل في الدقيقة المتبقي يعني هذا الوضع البائز هل هناك جهات مستفيدة برأيك منه باختصار نعم نعم مع الأسف نعم يعني اليوم نحن نقول في لبنان أن هناك الفقراء الجدد وهناك الأغنياء الجدد يعني اليوم مع كل ما نراه في السوق من مضاربات هناك جهات تتستفيد بشكل كبير جدا من عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية يعني حجم السحبات وحجم الكتلة النقدية يدل على أن هذه الكتلة لا تستعمل فقط لتغطية رواتب أو لتغطية استيراد لا هناك عمليات تهريب تحصل هناك شرائح جديدة من اللبنانيين نرى عليهم مظاهر الثراء ومن نسميهم نحن صرنا بالأغنياء الجدد إضافة إلى طبقة سياسية لا تزال تستفيد وهي التي لا تزال تمسك وتقبض على البلد بشكل كبير وما نراه الآن مع الوفد القضائي الأوروبي الذي يسعى لاختراق المشهد من باب مكافحة الفساد إن على مستوى القطاع المصرفي أو على مستوى التحقيقات في جريمة تفجير مرفق بيروت نرى أن هناك كرة ثلج نعم يجب أن تتدحرج بشكل ما وأن تنفجر ولكن كيف؟ حتى الآن لا نعرف بأي تداعيات خصوصا وأنه ليس هناك أي أفق يشي بأن الاستحقاق الرئاسي انتخاب رئيس جمهورية تشكيل حكومة جديدة سيتم في القريب العاجل شكرا جزيلا لك سابين عويس الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كانت معنا مباشرة من بيروت